اشتركوا في القناة ونسوق المجرمين الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا اندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اات الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا صدق الله عظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اخواني رحب بكم في هذا اللقاء المبارك وفي اللقاء الرابع مع فضيلة الشيخ احمد ديدات ويسر الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية ان ترحب بكم وان تلتقب بكم في هذا المساء الطيب الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية التي جعلت من اهم اهدافها نشر الوعي الاسلامي والثقافة الاسلامية ومن اهم اهدافها تعريف المسلمين بواقعهم وبواقع اخوانهم الاخرين وما يعانونه من ازمات ومشكلات وقضايا واذا كان ظهور الهيئة الخيرية الاسلامية كما تعلمون نتيجة اجتماع المجمع الكنسي في كلوراد وقوارهم بجمع الف مليون دولار لتنصير المسلمين فاجتمع اهل الخير من اهل الفضل والعلم فيجمع الف مليون دولار لانقاذ المسلمين والهيئة بدورها تدعوكم للمساهمة بدعمها ومساعدتها في انقاذ اخوانكم المسلمين الذين يعانون من المشكلات والهجمات التبشيرية والتنصيرية عليهم وفي هذا اللقاء البارك مع صديق الشيخ احمد جداد نعيش هذه اللحظات نتعرف من خلال هذه المحاضرة ومن خلال هذا اللقاء على واقع اخواننا المسلمين وما يعانونه من مشكلات وما هو واجبنا نحوهم من مساعدتهم وإغاثتهم وعونهم فليتفضل الشيخ مشكورا واجزاكم الله وعونهم فليتفضل الشيخ مشكورا وجزاكم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان عباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وازواجكم وأشهرتكم واموال اخترفتموها وتجارة تكشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يحب القوم الفاسكين صدق الله صدق الله مع العزين Mr. Chairman and Brethren You have sensed that I have read to you one of the most militant verses from one of the most militant surahs of the Holy Quran I have read to you ayah number 24 from surah Tawbah And surah Tawbah is one of the most militant surahs in the Quran It is the only surah which begins without a Bismillah Every surah in the Quran begins with a beautiful formula Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirbilalameen Bismillahirrahmanirrahim كل أعوذ بالناس Bismillahirrahmanirrahim كل أعوذ بالفلق Bismillahirrahmanirrahim كل هو الله And on and on Every surah begins with this beautiful word of praise of Allah In the name of Allah Most gracious most merciful Here is a surah Tawbah No bismillah Prof. I have read an email Ms له a dad It's the 24 This mass troops The That who only is not where there is not be the good that in every request of Allah Marines ولكن هذه السورة هي وحدها لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. و Pamatka platform. عام، لم يُعage عَافِتِكَ ثَلَى حُرْسَلَى عَوَا وَ اُسْفَالَى بعضلان هُو وَ بَشْرْلْ لَزَنَا كَفَرُ بِعَذَابِنْ عَلِيمٍ وَ امْ تغي stationary قَو An adhi اُسْفَالَى عَلَى مَنْ والج carrier ظَلْثَرِ المِنْ هذه السورة لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم إنما تبدأ ببلاغ موجه من الله سبحانه وتعالى عندما خلق مشرك مكة معاهدتهم واتفاقيتهم مع النبي العظيم عليه الصلاة والسلام وأعطاهم فترة قصيرة فلا تتأشهر إما أن يصححوا موقفهم أو ينتظروا الحرب معلمة عليهم من الإسلام ورسول الله عليه الصلاة والسلام it is exactly like the situation is exactly like you visiting London with your wife and children and somebody snatches your wife's handbag and starts running away so you rush after the thief and you catch him and what do you say you say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh if you don't give my wife's handbag back return it I'll break your neck for you is that what you do or if it's possible breaking somebody's neck you say hey give that bag back otherwise I'll break your neck for it do you start assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I'm a nice kind-hearted Kuwaiti from Kuwait we are good Muslims and now I ask you to return the bag is that how you talk no it's right give the badge and I'll break your neck Allah bari taala that's the same ultimatum it's like get things right three months otherwise war and this is a sort of a name he's with you not to ruin the passage of London on a grappling with all thePLE and with his hand وجاء شخص وخطف حقيبة يدها سيرقض وراءه وعندما يمسك به هل يقول له السلام عليكم ورحمة الله بحنان ورقة ويقول أعطني الحقيبة أم ينذره إن لم يسلمها سيكتر عنق هكذا الله سبحانه وتعالى عندما خرق المشركون المعاهدة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أنذرهم بتصحيح الموقف خلال ثلاثة أشهر أو تعلن الحرب عليهم من المسلمين أعرف ابرشavاء الس drawings سبحانه تعد یينهم كانت مياه slitار5 سون من المسلمين سبحانه تعدız في سورة توبة. أين توجد توبة؟ لا أعرف. لم أكن لدينا الممكن لأسرعي من أرابي. إذا أحد تخبرك هذا في سورة توبة، فجدها. لا أعرف كيف سيحصل لك أن تجد هذه سورة. أو أي سورة أحد يجب أن تكون لدينا رأيس. سورة بني إسرائيل، فجدت تجدها. سورة ياسين، فجدت تجدها. سورة طلاق، فجدت تجدها. أنا لا أعرف. ولكن لأسرعي من أرابي، فهو سيحصل. أستطيع أن أعرفكم. 90% من المسلمين في العالم أسرعي من أرابي. أنا ليس أرابي. أنا لا أعرف أرابي. لذلك أنا أتحدث عن أرابي. أين وكيف تجدون هذه الآية في هذه السورة الفريدة التي ليس بها بسم الله الرحمن الرحيم. والواقع أنني لم أسأل أحدا منكم في البداية كيف يجد الآية أو السورة في مصحف مترجم كهذا. ربما كان سهلا على الناطق باللغة العربية أن يجد الآية والسورة في المكان الصحيح من المصحف. ولكن بالنسبة لغير الناطقين بالعربية في المصحف المترجم فكيف يجد الواحد منهم سورة أو آية فيها إشارة إلى شيء ما كيف ندله عليها. حسنا، أن تكون هناك المصحف مصحف مصحف، ترى فقط ترى ان ترى الغامنة و ترى توبا توبا ترى مثل في توراية توبا وترى خلالك سورة 9 اذا فترى خلالك سورة 9 فارددد مباشرة لأن كل محلطة في هذا القرآن فاردد سورة what 1, 2, 3, 4 كل محلطة كل محلطة كل محلطة 9 فاردددد جميع فعندنا تعليق سيوسطة عيه مهم 24 استفادة سوفر ايه تيجب خارسة انه يجب أن يعرف في هذا القران كل شيء في سمك كبير ما يتلقى ذاته المهمة ما يتلقى السلام يا القران بقرار كل شيء عنه وم وم وممم بلد وممط المتحرك وممط المتحرك وممط المتحرك كل شيء عندي تبقى يريد أن تكون لديك ترميسا لتفعل هذا في العلمية ويديك تأتي على مكسف الأساسي فلانها نكتبتون من عارقه مكسف كذلك لدينار نكتبتون من عارقه وانها نكتبتون من عارقه ومكسف كذلك لدينار لدينار في عارقه ففي هذه النسخة المترجمة من القرآن الكريم يوجد فهرس شامل في آخرها وهي عبارة أي هذه النسخة عن حوالي ألفي صفحة وبالفهرس هناك الدليل على كل آية وكل سورة فمن يبحث عن سورة التوبة تحت حرف T بالإنجليزية إن كان غير ناطق بالعربية يجدها السورة رقم تسعة ويبحث عن الآية رقم أربعة وعشرين فيتعرف عليها وكذلك هناك موضوعات مختلفة يعالجها القرآن الكريم كالزواج والطلاق وغيرهما مثلا فبإمكان الباحث عن أي مصدر أو أي إشارة تتعلق بهذه الموضوعات أن يدل نفسه بسهولة من خلال الفهرس في نهاية هذه النسخة المترجمة من القرآن الكريم وهناك نسخ كثيرة متوسرة منها تباع هنا في الكويت وقد أحضرت من جدة بالسعودية والنسخة المذهبة بستة الدنانير وغير المذهبة بخمسة الدنانير ولكنها نسخة قيمة جدا لأن بها الآيات العربية باللغة العربية آية آية ومقابلها الترجمة بالإنجليزية كل آية مقابلها ترجمتها وبشكل واضح أيها الإخوة العرب المسلمون أنتم أنعم الله عليكم بأن أنزل الله عليكم القرآن بلغتكم فأنتم لستم بحاجة لقراءته مترجما ولكن إذا كنتم تطمحون وتأملون في نقل رسالتكم السماوية إلى غير المسلمين فأنتم بحاجة إلى هذه الترجمة حتى تتمكنوا من مقاطبة غير المسلمين بما هو فيها من كلام الله عز وجل بما هو أنزل الله عليكم بسم الله الرحمن الرحيم واسقالت الملائكة يا مريم ان الله استفاكي و تحركي و استفاكي على نساء العالمين الآن يحدّى أن تخبر هذا الانهياتي آخر ثم تركيز الألانيات أو اليسر أمور الألانيات أو الجيسة أمور المولودة وأنت تريد أن تعلم أننا مسؤمنين بنا أيضًا جوة لا معنى نظام سمع بمدان أنه لمر مراجلسطاً بأي مدينة، فنحن نقل إنه شرطاً لبناراً وقد أخذت هذه المنطقة، ومغلظت هذه المنطقة، وداعاً لكم سوف تخبرهم أن تريد أن تستطيع خلالها ونحن أن نمر ل لهم جرباً لهم لهم. لذلك، تلكена ضرورها لهم إلى القرآن. ولا يجب أن تعرف أن تتعلم كما يقولون خلال زيادة إستاذ إليه شعراً He says no, I say then listen And you start بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah Most Gracious, Most Merciful وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَاِكَةُ يَا مَرْيَمُ To behold the angel said O Mary إِنَّ اللَّهَ اِسْتَفَاكِ Allah has chosen thee إِنَّ اللَّهَ اِسْتَفَاكِ وَاسْتَفَاكِ الْا نِسَعِ الْعَلَمِينَ He has chosen you Above the women of all nations Now if you learn this Of the ayahs you know I take it But now if you learn the English as well You are able to deliver the message Precisely, exactly as Deliver the message Precisely, exactly as you ought to Instead of saying He says you know In the Quran Allah says And you quote فَإِسْتَالَتِ الْمَلَاِكَةُ يَا مَرْيَمُ He says you know God Almighty He told Maryam Oh Maryam Allah likes you very much You know you are very nice You are murdering the Quran And while you are talking You are hesitating You are looking for the right Correct word And you are doing And they are thinking that the Quran is doing When it is you Who are at fault So therefore You need a translation So you can learn it off And deliver the message And you are 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 You have to understand it لتفهم القرآن فهو بلغتكم تفهمونه مباشرة ولكن من يتصدى للدعوة للإسلام بين غير المسلمين عليه أن يطقن الترجمة الإنجليزية لأنه بحاجة إلى وسيلة لمخاطبة المسيحيين وغيرهم ممن يفدون إلى بلادكم سواء كانوا من أمريكا أو بريطانيا أو سيلا أو أي دولة لا تتكلم العربية فأنت عندما تطقن الترجمة للآيات الكريمة تستطيع أن تسلح نفسك بسلاح قوي تقوم بالدعوة من خلاله للإسلام العظيم ومن خلال الآيات القرآنية فمثلا لو خاطبت مسيحيا قدم إلى هنا وقلت له نحن نؤمن برسالة عيسى أيضا ونحن نؤمن بأن ولادته كانت معجزة وبكذا وكذا وكذا وأن الله اصطفى مريم على نساء العالمين إن لم تأخذه إلى القرآن وآياته الدامغة التي تقنعه فأنه سيعتقد أنك تغشه أو تضحق عليه فكيف تنقل القرآن إليه برسالة واضحة إنها من خلال إتقان اللغة التي يفهمها حتى تحاوره وتكون مقنعا فتخدم بذلك دينك وأمتك ورسالة نبيك عليه الصلاة والسلام لن يجب أن يتدعي ورسالة شكسير ومتنعها لإمكانهم هذا المتطفل لإمكانهم لإمكانهم لتحاول you are arab or whether you are a non-arab whether you understand arabic or not get this quran and give it to your children and you can present it to your employers to your employees wherever an occasion arises as a wedding present as any other present occasion give it to them وأيضا تحتاجون هذه النسخة المترجمة لأولادكم فإذ إمكانهم أن يقووا لغتهم الإنجليزية من خلال قراءة ترجمة القرآن فبهذه الطريقة يحفظون القرآن وترجمة القرآن وعندما يختلطون بغير المسلمين بإمكانهم أن ينقلوا الرسالة إليهم وبإمكانكم أيضا عند اقتناء نسخ كهذه أن تخاطبوا كل إنسان غير مسلم تريدون نقل الدعوة إليه سواء في مكان العمل أو في أي مكان أو مناسبة أخرى وقد أحضر أخ مسلم لكم من جدة نسخا كافية تعفيكم من عناء البحث عنها في أماكن أخرى إن كنتم تريدون اقتناءها وأنا أقول أنها ضرورية ولازمة وهي متوفرة في هذا المكان في الخارج وفي أماكن أخرى في الكويت وفي الآية الثالثة من سورة التوبة يصدر التابع في الثالثة من سورة التوبة أحذير من الله سبحانه وتعالى المشركين وما أن يصل الكلام إلى الآية الرابعة والعشرين حتى يلتفت الله سبحانه وتعالى بكلامه لنا لنا نحن المسلمون أقول له المسلمون أقول له المسلمون أقول له المسلمون أقول له إن كان أباكم أقولو أنه ستبعدكم أقول إن أنه يكم najム covetاها وأبناؤكم وأولوا темпер لأخضركم وأعجحكم يا اببة питاء وأشيغتكم وأشيغتكم وأصحكم وأموالوني اعترفتموها أوراً الأمر الاجкон Margter طيجاب نتحرنا أوراً 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 in which you take delight if you love any one of these things more than you love allah and doing jihad in allah's way you wait you wait until allah's decision comes about for your destruction you wait for your destruction you don't do the job allah has given you a duty to perform you don't do it you love all these worldly things your wives and your wealth and your houses and your businesses more than you love allah and with rasul and doing jihad in allah's way allah says for allah will not guide a phasic people he's addressing you and me we who pray five times a day fast for one whole month go for hajj and read the he's telling you and me a phasic people if you don't do your duty for your worldly consideration allah says you are a phasic people and you that rabda so you wait for destruction in allah ينذرنا في هذه الاية الكريمة طبعا لن اذكر الاية كاملة لانه قالها باللغة العربية ولكن معناها اننا ان لم نقم بواجبنا تجاه ديننا الحنيف وان كانت الامور المذكرة في الاية احب الينا من الله ورسوله وجهاد في سبيله فاننا سنكون فاسقين والله لا يحب الفاسقين هذا انذار وتحذير من الله سبحانه وتعالى للمسلمين الذين لا يقومون بواجبهم تجاه الله ورسوله فاننا سبحانين انه رأسكين فال الخزين انه صحيات جديدة ما هكذا for not doing the work ما هكذا for not delivering the message of islam to the world yeah maybe it's your wife you have a christian wife you have a christian brother-in-law you have a christian mother-in-law these are considerations you have to think your wife will be offended ما هي؟ ما هي؟ أموالك. ما هي؟ أموالك. وكما هي أموالك؟ أموالك؟ ما هي أموالك؟ الله يكبرهم كلهم. أريد أن أعطينا أن نعلم بلد أموالك. أحبت في مدى في مدى في مدى سيالكورت. سيالكورت في المدى في إدنيا. The Christians are boasting that there are 200,000 Christians in Seattle. I go there on a lecture tour and after the lecture questions and answers. When the whole meeting was over about 11 at night I am trying to move to my hotel and while I am going passing there is a group here, there is a group there, there is a group of people chatting, chatting, chatting. I am passing one group and a brother shouts at me, said excuse me Mr. Didak. So I look at him, he said what is the use of all these munazerats? In other words, why are you doing this work? What is the benefit? He wants to know what is the benefit of these munazerats. What is the benefit of these munazerats? What is the benefit of these munazerats? What is the benefit of these munazerats? So I turned to him, I said brother, you were with us for two hours. And I said, what is the benefit of these munazerats? So I turned to him, I said brother, you were with us for two hours. Did you in any way benefit anything? Did anything benefit you at all? So he tells me, he said look I am asking you, you don't ask me. So it appeared the man was ready for a fight. So I turned my attention to the people surrounding him. I said brothers, brothers, you people were here for two hours. Did any of you benefit in any way? And nobody opens his mouth. Shut. Shut. And the Pakistani is not that type of a person. The Pakistani is a very militant fellow. I don't know whether you know. He is a militant fellow. He is a fighting nation, the Pakistanis. They are my people. I know them. They are fighting people. They won't just keep quiet. But silence. I said no, this is something very unusual. Too hard for me to handle. So I walked away. فقلت له يا أخي كنت معنا مدة ساعتين. فماذا استفدت؟ قال أنا أسألك ولا تسألني. فالتفدت إلى الجمهور الموجود هناك. فقلت لهم يا إخوتي لقد حضرتم معنا ساعتين. فماذا استفدتم أو فهمتم؟ لم يرد أحد. وكانوا كأنهم صم بقم لا يفطهون. فقد استغربت من هذا الموقف. لأنني أعرف أن الباكستاني محارب وقوي وجريء. فما الذي حدث؟ إذن لابد أن هناك شيئا ما في الموضوع. وتقول أنا محارب وقوي وجريء. فقد أخبرتني، فقد أخبرتني. فقد سأخبرتني، فقد أخبرتني، فقد أخبرتني، هي أكبر رجال الصناعة في المدينة وأن زوجته ألمانية مسيحية ومن الإرسالية التبشيرية هناك وأن بيتهم كان مركزا للتبشير So when people who ask me questions Why don't you leave the Christians alone? You know there are good people When they talk like that Sooner or later if I have the time I find out that the brother he's contaminated Either his wife is a Christian Or he's got a Christian girlfriend Or somewhere around his mother was a Christian And on and on There's something contamination had taken place somewhere along the line إذن فعندما يتقدم شخص كهذا ويقول ما لك وللمسيحيين إنهم أصدقاء ومسالمون دعك منهم لماذا تناظرهم وتحاورهم إذا بحثت عن هذا الأمر فربما أجد أن زوجته مسيحية أو له صديقة مسيحية أو يتعامل مع تاجر المسيحي إلى آخر ما هناك أي أنها مصلحة شخصية تجعله لا يقف مع دينه وإنما يعطل من يتصدى للدعوة للإسلام My dear brothers For reasons I don't know why The Qari who read the Qirat to us At the start Our brother Qari The local Qari Who was reading the Qirat You know he was reading from Surah Maryam He was reading from Surah Maryam Where is Maryam? If you have this translation Chapter 19 You'll find Surah Maryam Very easy to find 19 Surah Maryam He was reading from Surah Maryam And among the verses that he read I repeat There was no arrangement between me and him Wallah for the first time in my life I ever saw that brother Was while seated here I saw him I never exchanged a single word with him What he must read Or what he mustn't read What made him to read what he did You ask him He's your local man Why did he read those verses? I don't know But ask him Why did he read? But this is what he read He was giving us a message He gave us a message He gave me a message What to talk about? He said وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّهْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا عِدًّا تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَتَّرْنَا مِنْهُ وَتَنْشَقَّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ زِبَالُ حَدًّا وَقَدْ تَلَى أَخُونَ الْقَارِئُ في البداية آيات من سورة مريم وهي سورة رقم 19 في المصحف وطبع من السهل عليكم أن تجدوها سواء في هذه النصفة أو غيرها وأعتقد وإن كان بدون ترتيب مسبق بيننا فأنا لم أره من قبل ولم أتحدث معه لكنني أعتقد أنه قدم لنا رسالة بتلاوة هذه الآيات عما يدعي أولئك الناس I'm sure this was not the first time in your life you heard those verses you must have heard them before in the salat the imam must have been reading to you in the taravi, in Ramadan you must have heard it being recorded in the masjid you must have I have heard قاري عبد السلامة عبد الباسد reciting these verses of Allah and when he reads you know he is able to read it so beautifully so eloquently and he lengthens the surah he can hold his breath for two minutes two minutes without breaking his breath he can carry on for two minutes and while he is reading you hear the exclamation from the audience Allahu Akbar! Allahu Akbar! you must have heard قاري عبد السلامة عبد السلامة باسد باسد! really! and people explain Allahu Akbar! Allahu Akbar! now it raises the curiosity in me I want to know why are my brethren explaining Allahu Akbar? is it the message or the music of the reservation? and I'm sure and I'm not convinced that it wasn't the first time that I have been able to hear it that I have made them in such a way either from these these or from the temple or from the temple or from the temple or from a temple or from any temple or from any temple يقول الناس بصوت عال الله أكبر الله أكبر. فهل هذه الله أكبر لفهم رسالة الآيات المقرؤة أم للموسيقى والنغم والصوت الجميل للمقرأ في ذلك الوقت؟ هذه الثانية يجعلني أكبر لأن الله يتكلم. لذا يقول الله باريه تعالى يتكلم. يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولداً أن هذه الناس يقولون أن الرحمن يكون مزيداً يكون مزيداً يكون مزيداً إدّاً is one of the most abominable assertions. The worst swearing you can give Allah is this. Allah says. The worst swearing you can give me is this. To say that I begot a son. فَقَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَتَّرْنَا مِنْهُ At His the skies are ready to burst. وَتَنْشَقَّ الْأَرْضُ And the earth to speak asunder. وَذَا فِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا And the mountains to fall down in utter ruin. أَنْدَ أَوْلِ الرَّحْمَانِ ولدا that they should say that الرحمن the merciful God has become a son. مثل هذه الآيات تجعل الواحد منا يبكي إذ أنه الدعاء باطل وفرية سيئة جداً أن يدعي إنسان أن لله ولد. إذا أنسى أن أعيد من الأ banker åن derrière يمكن أن يبكي المطلب. إذا أعيد من نفس أنا ، إذا أرختني إنسان أن أعطيís إذا أصبحني إنسان لصبحني إنسان لصبحني إنسان لصبحني إنسان لصبحني إنسان لصبحني as a girl government you are a donkey, as a girl you are a monkey, I say you are an ox what do you do? What will you do? You laugh it off. Do you know why? It's the old people you know they lose the temper, but if I saw your mother, your sister, your wife I say uncle leave it out, I don't want to hear one more word from you all the respect that I have for you will go, it's actually already gone لن أتعلم أحدكم مثلا وأغضبني وأهنته بكلمات سيئة كأن أدعوه مغفلا أو حمارا أو ما شابه ذلك فما الذي يحدث ربما يضحك ويقول هذا الرجل العجود فقد أعصابه وغضب ولكن لو كانت زوجاتكم وبناتكم مثلا فربما يكون الرد مختلفا عن ذلك If somebody saw your wife when you go home from this meeting your wife tells you that this neighbor next door he was using big big swear words like this Can you eat? Can you sleep? Can you rest? You go berserk You want to go and silence that man for good and if you can't do it you might hire a gang Give him 10,000 dinars and go and finish him up because you love your mother, you love your wife, you love your daughter This is our claim and we will not tolerate anybody insulting our wives, our mothers, our sisters, our daughters نحن لا نتحمل شخصا لو أهان زوجاتنا أو أمهاتنا أو بناتنا ولو عاد أحدكم إلى بيته واشتكت له زوجته من إهانة لقيتها من جار أو جار مثلا سيزداد غضبا ويثور ويحاولوا لو استطاع أن يسكت الذي أهانها إلى الأبد أن يقضي عليه وأن لم يستطع ربما يؤجر شخصا ليقضي عليه نحن هكذا في طبيعتنا لا نتحمل الإهانة لزوجاتنا وبناتنا وأمهاتنا But we Muslims, we all claim that we love Allah more than anything else We love Allah more than our wives, our mothers, our sisters, our daughters, more than our own selves That's our boast We Muslims are boasting that we love Allah, we are prepared to die for him Yet when there are people who are hurting him, calling him names, telling things about him Where he reacts and as if he cries and he's telling you, oh Muslims, he's telling you That if the heavens had feeling like you, the heavens would have fallen If the earth had feeling and emotions like you, the earth would have split asunder If the mountains had love, that emotions and feelings like you, the mountains would have been crushed to pieces Such horrible things that they're saying, oh Allah, I'm asking, does that worry anyone of us? ولكن نحن المسلمون ونحن ندعي ونفتخر بأننا نحب الله أكثر من أنفسنا وبناتنا وأزواجنا ومن كل شيء هل عندما نسمع هذا الإدعاء الباطل على الله سبحانه وتعالى هل نهتم الإهتمام الكبير ضد أولئك الناس كما نهتم عندما تهان زوجة أحدنا أو ابنته مالذي يحدث For 1400 years, we Muslims are reading the Quran and we are listening to Allah crying that the people are calling me things For 1400 years, we have made no effort to find out where these people are who are saying that Allah has bewortened a son We haven't made an effort There are people living in our midst But we don't open our mouths So ask them, brother, sister, what are you talking about that Allah will be getting a son We have done nothing of the kind 1400 years We are reciting Allah's kalam, repeating the words But no effect upon what's happening ولكننا وعلى مدى 1400 عام قرأنا القرآن الكريم ومررنا بمثل هذه الآيات ولكن هل قمنا بأي جهد أو عملنا أي شيء لنبحث عن هؤلاء الذين يدعون الباطل على الله سبحانه وتعالى وقمنا بما يجب علينا أن نقوم به طبعا لم نفعل شيئا من هذا The non-Arab Muslim world 90% of the Muslims of the world are non-Arabs Those non-Arab Muslims can be excused They have a good excuse That we don't understand the Quran That we can read the Quran A system was given to us That we can pronounce the words Without understanding a single meaning We read, we have our Qaris, we have our Hufaz They read the Quran, they don't understand one word It's a system, system So we have a good excuse But I want to know what excuse has the Arab Muslim got That he reads these verses and nothing happens to him He does not react في العالم الإسلامي نجد أن أكثر من 90% من المسلمين هم من غير العرب وهؤلاء ربما يكون لهم العذر لأنهم لا يفهمون لغة القرآن جيدا فلقد تعلمنا بنظام معين يجعلنا نحفظ الآيات ونرددها ونسمعها من القراء والحفاظ ولكن دون أن نفهم المعنى جيدا أما أنتم وهو لغة بلغتكم فعندما تقرؤون وتفهمون جيدا ما الذي تفعلونه تجاه مثل هذه الأمور Brother What am I going to suggest to you The next Christian you meet Bash him on the head Put a knife through him Or shoot him What No No That is not the answer Allah gives you the answer in the Holy Quran He tells you what to do He says أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة Invite all to the ways of thy Lord with wisdom والموعظة الحسنة And with beautiful preaching وجادلهم بالتي أحسن And reason with them In the ways that are best and most gracious إخوان المسلمين هل تتوقعون أن أقترح عليكم من أجل أن تؤدوا الدعوة أن تواجهوا أول مسيحي بعد هذا اللقاء فتحطموا رأسه أو تطعنوه بسكين أو تطلقوا عليه النار لا طبعا إن الإجابة موجودة في القرآن عندما نسمع أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة طبعا إلى آخر الآية يعني هذا هو السبيل ولكن علينا أن نبدأ ونتحرك Now a system I have used You see the Christian The whole Christian world They have the catechism In the teachings they say That Jesus Christ Is the only begotten son Begotten not made That is how they write in the catechism Jesus is the only begotten son God has got many sons they say But those sons are figurative Not literal Jesus is not like that He is not like Adam Adam they say is the son of God But God made him Jesus is not like that He was begotten not made His son of God In the world He is the only begotten son of God There are some things that have happened يبينون بها ويدعون بأن عيسى عليه السلام هو الرسول الوحيد الذي ولد ولد للرب أو لله سبحانه وتعالى فكل الأنبياء أبناء الله كما يقولون ولكن الآخرين صنعهم الله وكونهم ولكن عيسى هو الوحيد الذي ولد للاهي ولادا. مجردتي هو أنني أخذتني للمساعدة للغاية أمريكا أو بريتش أو شري لنطن أو أمريكا أو هندو أو خريشان أي خريشان الذي يتحدث لغاية أخذتني أخذني أخذتني عندما تقول أنه أخذت لا أخذت ما تحاولون أن أخذتني سأخذتني وأخذتني واللهي أخذتني فقط هذه صحيحة فقط أخذتني عندما تقول أنه أخذتني أنه أخذتني أخذتني وطريقتي في مواجهة هؤلاء المسيحيين من غير الناطقين بالعربية وغالبا باللغة الإنجليزية أن أقول له تعالى يا أخي المسيحي ماذا تقصد عندما تقول عيسى هو الابن الوحيد المولود وغيره مصنوعون صناعة ما الذي تقصد وخلال خمسين عاما صدقوني أنني لم أسمع إجابة من أي واحد منهم وغيره مصنوعين أنك لا تقصد نعم أننا لا تقصد نعم وغيره مصنوعين الله يقول أنك تنتظر وغيره مصنوعين وغيره مصنوعين أنك تنتظر وغيره مصنوعين لذلك الله تعالى سمعهم لنا إذا كانت وغيره مصنوعين وغيره مصنوعين أنه سيكون بسرعة ردو وغيره مصنوعين وغيره مصنوعين تعالى إنني فقط أنبهكم لتستيقظوا من ثباتكم وإنني فقط أنبهكم إلى الخطر الداهم الذي يشبه الحريق في البيت فنحن إن نبنقم بواجبنا فتنطبق علينا الآية فتربصوا إذن إن الله سبحانه وتعالى يرسل هؤلاء الناس ضدنا مرة أخرى ليعاقبنا على تقصيرنا في حمل الرسالة فهم يطرقون أبوابنا نسمعهم بالإذاعة وبالمراسلات وبوسائل مختلفة فما هو موقفنا إنني عندما أنبهكم هنا أو في أماكن أخرى قد يعتقد البعض أنني أهاجمكم أو أهاجمهم ولكنني فقط وصدقوني أنبه إلى مكان التقصير وإلى مكان الداء حتى نجد معا الدواء هناك يوجد المنزل هناك يوجد المنزل called Prey Prey وإلى مكان التقصير من المنزل هذه نشرة مسيحية بها صورة لشخص اسمه جون لي وهو كوري يقول فيها في جزء منها انه ذهب الى السعودية بعد ان كان في الكويت ويبين لجماعته بان هذا هو الوقت المناسب جدا لنشر الارساليات التبشيرية في العالم العربي الاسلامي تلك المنطقة الغنية ويقول الان هو الوقت الان هي القرصة لنعمل هناك وهو يبين لهم طبعا كيفية العمل وكيف ينجحون فيه وفي اليوم الاول لمحاضراتي في هذا البلد عندما اشرت الى ما يقوله ذلك الكاتب في هذه النشرة اعتقد احد الجالسين معنا انني هاجمت الكويت عندما قلت ان جون لي هذا هو كما يقول في نشرته انا وصلت السعودية قادما من الكويت ان نصر لي جدد لك أن تحذين تحذين جدا لنمتقصولوه او هجلد سعقول له المعتبس ادعى انه حملي لانور من الكويت وانخارج في سول عربي وانه وبعد ان تحذين لنظرافك وانا تحذين يتحذين لأخذك انظر هذه الرجال الأخذ عمل ايضا احذن جد اننا شهد ان انظرافك But I am only telling you that things are going on according to the boast. If it's a lie, it's for you to take it up with them. So when did you come to Kuwait? No Christian missionary can ever come into Kuwait. You fight this out. I give you the names and addresses where to go and fight. I am only telling you that this is what he is saying, true or false. This is not my business. I am only telling you this is what he is claiming. And now you are attacking me. The guy says that I am telling you Kuwaitis are no good people. Because the man was here and now he went out from here doing missionary work. كل الذي أقوله نقلا عن هذه النشرة هو أن هذا الشخص وأمثاله يخططون لتدمير المسلمين. ولكن كيف دخل هنا أو ذهب إلى هناك هذا أمر ليس من شأني. فأنا لست مسؤولا عن هذه الزيارات والتحركات. أنا فقط أنبه كيف دخل وكيف ذهب وماذا يقول أنبهكم لهذا القطر المحدق الذي يدهم هذه المنطقة. Here is a reproduction from another Christian book called The Gospels in Many Tongues. Different, different languages. The Gospels, there is so called Injeel, in many tongues. and they give here samples of eleven different Arabic Bibles. Eleven different Arabic Bibles. Different script, different lahja, different dialects. Am I attacking you? I am only telling you that the house is on fire. They are doing something, they are planning your destruction. and when I tell you that it's not I am attacking you. Something very silly. This is a different book from a book. This is a different book from a book. It appears that they are 11-10 books from the book. المحرف او من الكتاب المقدس كما يقدمونه باحد عشر لهجة عربية اي لكل شعب عربي بلهجته المحلية فهل عندما ننبه الى هذا الخطر نحن نهاجم العرب لا بالطبع اننا فقط ننبه الى هذا الخطر هم يخاطبوننا بلهجات مختلفة ليبعدون عن اللغة العربية الاصلية لغة القرآن وهي اللغة الواحدة فيقودون لهجة للكويت واخرى للسعودية وثالثة لمصر ورابعة لتونس واخرى للجزائر وغيرها للمراكش المغرب الى غير ذلك هم يقدمون هذه الصيغ بلهجات مختلفة يقصدون التأثير على الناس بلهجتهم المحلية هناك المحلية هناك المحلية المحلية تبين كيف يقدمون هذه النسخة من الكتاب المقدس المحرف مجاناً يقولون هدية مجانية للمسلمين لا يقولون للمسيحيين أو غير المسلمين هم يقصدون أمرين التأثير عليكم وأيضاً تقديم الإهانة لأنهم يقولون أنتم بكل ثرواتكم بحاجة لأن نقدم لكم كتبنا مجاناً لا نريد لها ثمناً منكم ثمًا يقصدون water إلى سعود�� عربي ربي the south deuts ، نبي اتجول فonds واخل المنظر المنظر ik والذي المصنوع عام اتج 이게 فضر شغل محل جينك وضر تو fox هنا رياع وفي هذه الصورة صور لرسائل كثيرة مرسلة من بلاد غربية إلى السعودية تقول املأ هذا الكبون وتحصل على نسخة باللغة العربية من الإنجيل أي من الكتاب المقدس ومجانا فقط اكتب هذه المعلومات بالعنوان ونرسل لك الكتاب مجانا وبلهجتك المحلية انا هنا اقول ما يسعلون وما يحدث منهم ولا اقصد ان اقدم اهانة لأحد here look at this beautiful book on the face of it you see a beautiful Arabic calligraphy Muslim calligraphy in English is written Al-Kitab and inside here is written Tawbah so you think maybe Surah Tawbah this is a Christian literature offering you a free Bible call they'll teach you the Bible free you just write to them and they'll send you a free Bible call this is how they catch unwary Muslims people who don't know this is the technique of deceiving the Muslims to accept this I think it's Muslim Islam Muslim and then it's a free Bible call let's see what comes for nothing cutting unwary Muslim fish cutting unwary Muslim fish cutting unwary Muslim fish هذا نوع من الكتب التي يوزعونها للمسلمين فهذا اسمه الكتاب وفي وعلى غلافه آية من سورة التوبة عندما تنظر إليه لأول مرة تعتقد أنه كتاب إسلامي ولكن في داخله دراسة من الإنجيل يقدمونها مجانا يصطادون بها المسلم غير الحذر فهم هنا يتبعون أساليب الغش والخديعة والاحتيال التي تؤثر على كثير من الناس إن لم يكنوا حذرين ومحضاطين all these are for you my dear brother free look at this wouldn't you like to have it free you used to sing these aren't you this beautiful calligraphy where does it originate with the muslim this is all christianity this is all abbanan abbanan you think is rabbanan آتنا في الدنيا you take it home and put it on your wall you give it to your children they'll kiss it and they'll put it on the wall look at this all this is christian new strategy of catching you fish making monkeys out of you look at this have you seen this before no no you haven't seen them this is all christianity my dear brother this is all 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 anymore is a strategy for the المسيحيين يصطادون بها المسلم غير الحذر كما يصطاد السمك فانه عندما يراها يعتقد انها كتابة اسلامية ربما يقبلها وربما يضعها في بيته وربما الى جانب القرآن الكريم هي والكتيبات الاخرى افاعي سامة في بيوت من يقتنونها من المسلمين. هذا هي شمك ياiber을 بردي. هيا السيدago أيها البعض. هذه الكتابة نظرة من المسلمين. هذه مقلة القرآن الكتابة من المسلمين في المنطقة الحياة. ربما لا لإها لم تربينتا. إن من الأسفل لا يقانيز هنا لقد يمكن أن ت منطلق على هذا الكمية للأسفل لكن لما في أفرقيا، بالنطاق، بالنطاقية، في الإق subtال، في المنطقة، في الجماعة وربما الأسفل project يملك مريدون على دروس ولكن ليس على أسفلهم على أماكن أن ترى الناس العراض بالسلمين. sitting with the subhi in his hand. I see Arabs, you know, they carry that. This tasbih, we call it. They say, subhanallah, subhanallah, subhanallah. He's carrying that in his hand, and at the bottom is written, إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ إِسْمُهُ الْمَسِيِّ وَإِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَةٍ What do you do? What would you do if you get this three? Kiss it. Allah's kalam. And what do you do? Put it next to the Qur'an. A snake in the house. يرسل إلى كثير من البلاد الإسلامية ربما لا يؤثر فيكم أنتم لأنكم تجيدون العربية مثلا ولكن عندما يرسل إلى بلاد إسلامية غير عربية ربما يستطيعون استيادة وخديعة أولئك المسلمين لأنهم يضعون على غلاف الكتاب صورة لمسلم يحمل في يده مسباحا يسبح فيه مثلا وعليه آية من القرآن الكريم تتعلق بمريم والمسيح عيسى عليه السلام فعندما يراها المسلم يقول هذه نشرة إسلامية يقبلها أيضا ويضعها في بيته وهي أيضا أفعى سامة أخرى في بيت ذلك المسلم إذا أردت أن أردت هذا سأجد أن أجد أن أجدك أجد من المرأة المرأة سأخبرها من هذا الأخير لو عرضت عليكم كل هذه النماذج ربما نظل هنا حتى صباح الغد وطبعا ربما تحدث لكم مشاكل ولكنني سأنهي هذه النماذج بهذا الكتيب here you see the picture of a very pious Muslim somebody who looks like a very pious Muslim with a beautiful beard and beautiful zulfa you know the hair is coming up to the shoulder it's out of fashion today but this guy here he's got it hair up to here we call it zulfa in Urdu and the man's name is K.K.Alawi K.K.Alawi his father was a Muslim his mother was a Muslim his grandfather was a Muslim grandmother was a Muslim his great-grandfather was a Muslim his great-grandmother was a Muslim he has now become a murtad and he's now telling you all that you also must become a Christian and inside if you flip the pages if you get this book you flip the pages you see ayahs from the holy Quran what do you do kiss it and put it next to the Quran in the upper most shelf in your room وفي هذا الكتيب وضعوا على الغلاف سورة تبدو وكأنها لمسلم تقي ورع وملتحي وهذا الشخص اسمه كيكي علوي كان أبوه وجده مسلمين ولكنه مرتد ويكتب هنا في هذا الكتيب أشياء مسيحية ولكنه يضمنها آيات من القرآن الكريم فعندما يقدم الكتيب لأي شخص مسلم سيعتقد ذلك الشخص أن هذا الكتاب جاء من مركز إسلامي فيقرأه بتمعن وربما تقبل فلن يعرف الهدف من ورائه حتى يبدأ ربما في التشكيك وإنما عندما يرى الآيات سيقبلها ويقول هذه هدية ممتازة لا بد أن أحتفظ بها في أعلى رف بين كتبي وربما مع القرآن الكريم وربما مع القرآن الكريم وربما مع القرآن الكريم وردا على ما يقولون ويفعلون نصدر هذه الكتيبات الصغيرة في جنوب أفريقيا فمثلا كتيب عليه المسيح في الإسلام أو محمد في الإنجيل وإلى آخر ما نجد من الردود نوزعها هناك مجانا لأولئك الناس ولكننا لا نستطيع أن نقضع الآلاف والمئات من الآلاف لنوزعها في هذه المنطقة مجانا إن ذلك يحتاج جهدا كبيرا ويكلف كثيرا وأيضا هناك أشرطة بالفيديو وبالراديو الكاسف إنها تسلح المسلم جيدا عندما يطلع عليها ويستوعبها ليقابل في المعركة الكبيرة أولئك الذين يحاولون أن يحولوا المسلم عن دينه ليصبح مرتدا إلى ديانة أخرى ما أريد أن تفعليني يا أبي هو أن تحضروا نفسكم ليس بساعدة لكن مع معرفة احضر القرآن احضر هذه الكتبات احضر القرآن احضروا نفسكم ومعائل لكي يستطيع أن تحضروا بهذه المسلم عندما يتحدثون ومعائلون عندما يتحدثون منك عندما يذهبون لكي يتحدثون لكي يتحدثون منهم ليس بساعدة ولكن يستطيع أن تحضروا المسلم وافر الدوان الحمد لله رب العالمين الذي أريد أن أوضحه لكم أيها الإخوة المسلمون هو أن عليكم أن تسلحوا أنفسكم ليس بالسلاح والبنادق وأنما بالقرآن الكريم وبمثل هذه الكتيبات حتى تستطيعوا أنتم وأزواجكم وأبناءكم أن تقوموا بدوركم في هذه المعركة الكبيرة عندما يحين وقتها من الذين يخططون لها ضدكم فنشكر لفضيلة الشيخ أحمد ديدات هذه المحاضرة القيمة وما وضع بها ومن خلالها حقائق خطيرة وكبيرة في أي تقصير يصدر منا تجاه ديننا وتجاه إسلامنا وتجاه واجبنا نحو إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها وقد أوضح لنا العديد من الأساليب والأفكار التي تستعمل ضد المسلمين فزادت المسؤولية وزادت التبعات علينا وها هو يدعون إلى العمل الجاد وإلى العمل المثمر في نهضة الإسلام والمسلمين فجزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والآن مع الأسئلة سؤال أول ما رأي الداعية أحمد ديدات ما يقال عنه بأنه يدعو إلى الطائفية في هذه الأوقات التي تمر بها الدول العربية والإسلامية من حروب وتخلف وهزاء متلاحقة ونعني بالطائفية التفرق بين المسلمين والمسيحيين المسلمين والمسلمين والمسلمين يريد عرب المسلمين في عرب المستنى يحصل على المرحة ومعاً 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 ومعاً. أعلى الرجل، يساعدني أنه لا يتعرف حسنًا. في موقع حسنًا، عندما نبي كريم صلى الله عليه وسلم كانت تجربة. لقد كان لزيق لبناء الأسخاص. الأشخاص لجلما تأتي بمركا. عندما تبدأ جادي مقاش تيسير ما يفعله؟ هناك مشرقه، إن وقتا كانوا نيجلا للمشريك ألأس أولا، وقد يأتي بشيس في المدينة، فعلا يأتي بشيس في المدينة، فعلا يأتي بمنافق في المدينة. لا؟ اشتريه محاولات الله يتالى مصرح لك مكة مصرح همم؟ مصرح لمعقصات الآن لمجتغل مدينة في الحمدانة لمجتغل مدينة في معناة كان بشهول كان باستخد師 كان باستخدر كان بمضابس الآن يتحدث مع المشركون وهم من هناك وهم جميعهم والأخرى هم جميعاً جميعاً ما كانت يفعله؟ ما كانت يفعله؟ تحقق؟ تحقق؟ إذا كانت موسلم لا يمكنك أن تساعده لذلك يجب أن تساعد المسجد لكنك تتعابل لكي تكون أخرى هذه تتعابل لكي اللهم تتعابل لك إنه إذا كانت أي أخرى تتعابل وصورةَ في جهة الله وكمله والله والمسجد يقول لكم أنتحتنا بلكيずاً هذا المبتدئ ماذا أخبر؟ حمي أخبر،ًا أنتتتتبقى ماذا لا نعمل معجبين ما لماذا لا نعمل لنتماذا لا نعمل لو Shouldn't you الناس مثل كيف تتبعوا بكيش فوقك لكسما تبعوا الوحيئي نجبك معنا نعواج وخصصاتنا نريد بكيش لا يحتاجنا لدى وَكَرُكُّة لن يتقع الناحين اللهم نقول الله نجد سبع الله نجد سجل بكيش بكشان التلاع من السجدة عندما تتبع بكاكله لأمرض بكيش لم يتقلوا بكيش أحب في جهات يقول لنا نحن نتقل الكبير فقط أحد المسؤولين عسّم على ذلك من الجلس إجابرة أيضًا the Jew, the Munafiq, everybody you offended. This was what He was sent for, to deliver the message. If people take offense, it's not His fault. He's doing His job in the place of His affinity. As Allah says , With all the Hykma at His disposal still, it didn't satisfy the Jew, it didn't satisfy the Christians, it didn't satisfy the Munafiq and the Mushrik either. But you have to do your job. أقول لأخي الكريم الذي وجه هذا السؤال أن نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة وهي بلده الأصلي عندما اضطره المشركون إلى الهجرة إلى المدينة هل جلت هناك واستراح وسعى إلى حلو الوسط مع اليهود والمسيحيين والمنافقين بالطبع لا لقد استمر في حمل الرسالة لأن الله يأمره بالجهاد لنشر دعوته ونحن إذا كنا نخشى في نشر دعوتنا أن يستاء المسيحيون أو غيرهم إذن لماذا نبقى مسلمين هل نخشى أن يغضبوا منا أو لا يرضوا عنا بالطبع هذه مخالفة لأوامر الله الذي يحذرنا في الآية البذكورة سابقا بأننا إن لم نحمل الرسالة ونجاهد في سبيل الله حق جهاده لنتربص حتى يأتي أمر الله معنى الآية لن أذكرها كاملة وفي ذلك المجال سيلحق بنا الدمار من نقمة الله وغضبه علينا وأقول لأخي هذا الذي يخشى من استياء المسيحيين لماذا هو يبقى في الإسلام إن كان يخاف على مشاعرهم ليذهب ويصبح مسيحيا مثلهم إن الأمة لن تتضرر بأن تخسر مسلما لا يغار على الإسلام ولا يقوم بواجبه في حمل الرسالة السماوية السمحة طبعا الشيخ الكريم أشار بالعربي يعني ما بعيد اللي بيحكيه بالعربي لأن ذكر ادعو لا سبيل ربك بالحكة بالراضة الحسنة موجود لكن هذه إن لم تجد مع أعداء الإسلام لابد من أساليب أخرى وهي الجهاد أي كمان موجودة القرآن يعني هو اللي بيحكيه العربي أنا ما بعيد لأن آيات أنت عارفين هي سعاد ما هي؟ ومع ترجمات الفعل لدى قادة الدين المسيحي من خلال مناظراتكم معهم وما هو الأثر الذي تركته تلك المحاضرات في المسيحيين ما هي رأيش المساعدة من المساعدة بعد تتحدث معهم و ما هي رأيش المساعدة على المساعدة؟ ترى رأيش المساعدة ليست في حالك. الله صلى الله عليه وسلم يجعلك لك على الناس. فقط يقول لنا ما يجب عليك. فَزَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُزَكِّرْ الله صلى الله عليه وسلم فق Elliott الأ tile آيه بى مُزَكِّرْ لا أستَ اَلَيْهِم بِمُسَيطرة reading ، لَسَتَ أَلَيْهِم بِمُزَّيْطرِ هُ أَتْتَii تِيصْيْنَيسَ مَا أَمَّا��َ مُزَكِّرْ فِقَرْعَ مَا أَنْتَパَحِص ng SOL اَ muốn أَنْتَ الل PH seismом تَوْنِى يَا يَنَيْهَمْ أَأْمُPM diesel إن الله صلى الله عليه وسلم بِمُسْкт cadَ سوف يجب أن يسأل dentist هنا, يقول كُمتِين فِي كيف رحلوه؟ عندما قالوا فإن ذهب ان يسولوا بأنه في ملاقمazi الله يقول ضرور طيب طيب الناس أيضا يقول لله فإن يقول كفر بأنه في ملاقم ذهبه ومن يقول إنه يقول والله إنه أجل مقام الذي أصبت لله وقال المسيح الوصول يا بني إسرائيل أعلم من في إزرائيل عباد الله، عباد الله ربك و ربك الذي يشرك بالله هذه قرآن تقولهم وَلَّا تَكُولُ ثَلَثَةً لا تَقْلُ فَلَثَةً اللّا يتحدث إخناء الله تقول بين القلاب لا تَقْلُ فِى ذِكَمْ يَوْنَ تَعْلُمْ ذَبَرُكتماً لأنهم جميعهم بها كما يقولونوا يعملون ف células سبقوا على ق ليس على المقول لذلك هذه سؤالين يجبون أن تتخذوا من القرآن سببهم في موسيوم لديهم جميع موسيومات في الأولاد لكن تعرف كلها سأخذم هذه سؤالين قل , قال يهل الكتاب قالا لابد زيست أن تعالا الله تجد أن تسمى يهل الكتاب لا تخلو في دينكم قال هم يethقف له فأنت لا يمكنه لك فأنت دعم لهذا اللهم في تساعد هذا لماذا استخدت العلال لهذا قد يجلبها ومن المتحدث التي يمت見て المسرية التي معظرة الشرق وطرأ لم تكن يساعد من هذا ولكننا لا نزيده الله قال فترضا ننتهى. فم ننتهى. نانيف حول 800 빛ت ،به رات ، بوظايا الله نانحنت. ربزاق ، نحنى صفر ، ننتهالة يا رفعلenta ،但 في برایا boundرة 800 آن. فننتهى هي افي passo. يمان coهي راكي في الظHerزيز. sod sacrificed سوف يkąها هذا. الغุ guckenيني ي Burke Juice ن未 Anal. الذي spinنM. نعم. نحن لا يهم ب takى السلام tolerate war usa tatوابها". الله سيكون الزنط أفضل صغيرًا لله المرء ليس لك في هذا الع verse 九ahlen اللهم bid وكن وكن لا تنفي فت violations اذان what a defeat what a discomfiture after 800 years not one man left in that country to give the adhan the same thing has happening again and again and again you don't do your job he will substitute in your place another people then they won't be like you you wait for that that's your business those of you who have the sense he says look when allah is warning us he says wait it is not wait he's warning you get up and do the job before destruction comes about and overtakes you نحن علينا فقط ان نقوم بواجبنا وننقل الرسالة اليهم اما النتيجة فلسنا مسؤولين عنها لن يسألنا ربنا ان امنوا او لم يؤمنوا وفقط يأمرنا بان نبشر بهذه الدعوة وننقلها الى غير المسلمين اما ان يؤمنوا معنا او لا فهذا امر ربنا فقط لسنا مسؤولين عن النتائج اما ان تقاعسنا او خشينا امرا او تخوفنا وهذا التخوف جعلنا نقعد عن نشر الدعوة ففي هذا الحال نحن ننتظر امر الله فينا بمعاقبتنا على عدم حمل الرسالة ولقد بقي المسلمون في اسبانيا في الاندلس ثمانمائة عام هناك استقر لهم الامر وتوقفوا في وقت ما عن نشر الدعوة بين الفرنجة من اهل تلك البلاد وحق عليهم قول الله تعالى فتربطوا الى اخر الاية وبعد الثمانمائة عام ماذا حدث تم مسحهم من تلك البلاد ولم يبقى حتى شخص واحد ليعلن الاذانة في مئذنة بمسجد الم يكن افضل لهم ان يستمروا بالدعوة لكي يدخل الناس هناك في الاسلام ويبقوا في تلك البلاد هذه الصورة تتكرر في التاريخ في اماكن متعددة وفي حقب متعددة ان لم نقم بواجبنا ونستمر بالدعوة للاسلام بين الامم المختلفة فانه سينطبق علينا امر الله فتربطوا وينالنا الخراب والدمار وتنحسر اه سلطة الاسلام والمسلمين عن مناطق كثيرة وصل اليها اجدادنا عندما حملوا الرسالة باخلاص وامان وقوة السؤال جميع الندوات والمناظرات التي استمعنا اليها تدور مع جماعات مسيحية ولم تكن هناك مناظرة واحدة مع جماعات يهودية فما احوجنا نحن المسلمين إلى الوقوف على الكثير من ادبعات يهود العظيم تقول في هذه القيامة كل التعليل كان برشتنا لك ومن من بهم في سبيل لا نحتاج إلى ان نقصد بباشرات الصحية بالجوس بذلك؟ أنظر بحى إذا كان هناك سبيلس في الماردك أين تملك هنا؟ لا نعم؟ لا نعم؟ سبيلس كété ومن ينطلق سبيل؟ كنتم يمكن أن يكون مجدد؟ لا هم مجدد؟ كل هذا فلين ما يكون مجدد؟ هم سوف يكون مجدد؟ عجبهم لكن لا يتزوجهم مجدد لقد شديد العثور والتزوج هنا هناك أسفل هناك أسفل لكن لا يمكنك من أن تشتغل من هذا المكان إذا أخبرك ما هو العديد للتحدث عنه في مداري المنزل في مجلسك بيننا نفسكم و المجلسين لقد قمت بإمكانك هذا البردس في حيث ترى أمام الإسرائيلي المنزل تحرم لأسفل مالسانيين ومتنجت أن تحرم لأسفل المنزل من الإسرائيلي ومتنجتون بأسفل مالك تخافين أنت. أنت they are looking on. مهم نحن 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 نصف اي مقداراً للغاية. وعما نحن 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 نهن نحن 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 نشكر. نحن 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 نقري لك نحن نرى هذا. وإن عدد نحن نحن في عزيو بقية. هو يقول عن المسيحات التي يفعلون للبالسطينيين يأتي من القرى من المسيحات ونحن هنا إذا تستمعوا هذا نحن لم نترك اليهود ولكن الذي يحدث الآن في الناحية الدينية هو أن المسيحيين يطرقون الأبواب عند المسلمين لتحويلهم وتنصيرهم إلى المسيحية ولكن لا نقابل هنا يهودا يدقون يطرقون الأبواب لتحويلنا إلى الدين اليهودي ومع ذلك ففي بلاد أفضل هذه النشر مثلا من نشرات كثيرة وبها صورة لجندي إسرائيلي يخطف صبيا من أمه في فلسطين ونبين لهؤلاء الناس في بلادنا كم من الطغيان والقمع والإرهاب يمارسه اليهود الإسرائيليون في فلسطين ضد إخواننا ولقد عممنا ذلك في بلاد كثيرة وبدأنا نوعا من المنافسة والحملات الإعلامية حتى نواجه ما يمارسون ولكن خصصنا معظم المناظرات للمسيحيين لأنهم يقومون بمحاولات كثيرة لتنصير المسلمين أما اليهود لم يأتي واحد منهم يقول لمسلم أنا أريدك أن تصبح يهوديا للديانة اليهودية لذلك يقول في سورة الأسطين ومعثم يقولون طرح على المتابعة لعبة الأسطين المتابعة من الزرق لصبح air of Israel conflict or conciliation حوق الإبعضاء والمانغية منشه طبعا سيد المتابعة به يهوديا للأسطين المتابعة من آردنا لصبح Air of Israel conflict or conciliation بحمد الدوار أسأل القضاء Air of Israel conflict or conciliation so the title of the book was the subject of a debate was the subject of a debate between the author that's me and Dr. E. Lotem the councillor of the Israeli embassy in South Africa at the height of the bombardment of Beirut in 1982 where is that brother wherever he is let him come and take this and let him digest this and see if he can spread this in your country here لقد كتبت إذابا وهو مناظرة بيني وبين مستشار يهودي في السفارة الإسرائيلية في جنوب أفريقيا وهنا كنت أتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي فهل هو صراع مستمر أو ستكون هناك مصالحة وقد كتبت ذلك أيام قصف اليهود لمدينة بيروت عام 1982 وبإمكان أخي صاحب السؤال أن يطلع على النشرة وأن يحصل على الكتاب ليقرأه ويستوعب ما فيه ليرى ما يدور بيننا وبين اليهود في هذا المجال وفي الأشريطة أيضا شريط رقم عشرة فيه مادة وافية وشاملة حول الصراع العربي الإسرائيلي ولكن لسنا نستطيع في كل مكان وزمان فقط أن نتحدث عن هذا الصراع فهناك حدود للزمان والمكان والإمكانيات وهناك أيضا مسؤوليات أخرى لمن يتصدى للدعوة للإسلام السؤال يقول من هو القصة الذي أسلم على يديك وما هي آخر مناظراتك وهل لديك نية لمقابلة باب يوحن رئيس الفاتفان فهل قلت من أن كان الإسلام هو البيشف الذي كان يكون يبقى لإسلام عن المسؤول البيشف الذي كان مصليم لا أعلم أنا لا أعلم أين يصل إلى المؤلفة لم تختارين مع يقود به من القيام القيام بسيطة ترى، لم تفعل بداية، مرحبه بسببًا كامل عندما يتشاهدو الهيئة، وانه لم تذهبا، أنه لم تخف كنت تخفظ الهيئة، وانه لم تذهب الى هذا الهيئة إذا ما قال multif welt رائعات ألاق إلى الجانب سنة إلىيت hoje إن سيري안ا ، فهي للم يتريف ش sector متخفص ، ماذا للعالم للعالم جميعا للعالم هان في تم哦 ببوط إنه هي لم espera النفاذ من المسلم ولكن بعد ذلك النفاذ يلي أن يأتي للغات اولى purpose طوالadia أحد المشروع تعقل، مع ذلك المشروع تعقل على علاقة الخ straight فإن كان يقول لذلك الواجبات سألتضب على المزيدين لكنه لا يمكنك أن أقول نعم أحد طالب معه تقول لهم يَا أَحْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِهِمْ بَيْنُنَا وَبَيْنَكُنْ لكنه لا يمكنك أن أقول نعم أنه ليستothat أعرف ذلك أحباً أحدanned مفهارة أحد الزمانية أحدث تتحدث عن النيلجاج أمام المطلوبة لهم وإننا الحالي مجتمع المفهارة ليس إيتم تتحدث عن يوث نحن تتحدث عن نصال أتحدث عن يوث عن يوث عن نصال أصالت عن سلم التالغ نحن تتحدث عن أنه يكون مفهارة من الخارج في الإيران من الخارج لذكي يوليد يتحدثها هذا لسه شيء مكان مهرب Service agreement هذا هو المتقل مع إسلام و إسلامي و إسلامي ألعى ملون مسلمين أحداً أحداً أولاً 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 ملون رسالة يمكن أن نفهم ما يتحدث عنه ما يتحدث عنه شكراً لكي أن تتعلم لأن تجربة تقوم الخروجية لأن توجدات النوارات الأولية الأولية المتحدة الأولية وأن هناك أشخاص من الواضحة من مني لديها مرة من مني مدينة ومتأمون تقومون بالحديث جمعين كيف سهلات جمعين أجلنا عزي ميواليلاه، somehow my dignity does not allow me to do that. But since the brother, he has that right attitude, it is his duty to go along and involve the brother and say, look man, this thing doesn't all get out of fresh air, hundred thousand books at a time, it just doesn't come from fresh air, the people are doing a certain job of work, let us help this man, and put your hands into your pocket, and whatever you can, help, the help will be greatly appreciated. But it is not in my nature to go along while delivering talks, it says, look, help me, give me your zakat and your lillah and your sadaqa, something which I can't do. طبعاً هذه الدعوة وهذه المناظرات بحاجة إلى دعم مالي كبير, ولكن كرامتي لا تسمح لي أن أدور بين الناس قائلاً أنا أدعو للإسلام وأقوم بمناظرات فأريد أموالاً. طالما أن أخي قد أحس بهذه الحاجة الكبيرة فبإمكانه وغيره أن يقوموا بهذا الجهد الذي نحتاجه ولكنني لن أقف يوماً وأقول هاتوا زكاتكم وصدقاتكم حتى أستمر في الدعوة. أنا أستمر في الدعوة وأنتم تعرفون واجبكم بأي شيء تعاونون في هذه الدعوة. السؤال يقول أدن لكن إذا كنت تتبعون هناك المتحدث يجب أن تكون الأسئلة أو هذا الشيء يمكنك أن تتبعك إلى دعوة في المرأة. كل الأسئلة يمكنك أن تتبعك إلى دعوة في المرأة. تخلقها. هناك الأسئلة. السؤال الأخير يقول ليا صديق مسيحي وأريد منكم أن توبحوا لي كيف أدعوه إلى الإسلام الكتيبات والأشرطة تكون وثيلته في دعوة صديقه هذا إلى الإسلام. نشكر خضيلة الشيخ على هذه المحاضرة ونشكر لكم حضوركم ونود أن ننبه إلى أن هناك جمع تبرعات للهيئة الخيرية في الخارج وقاصة من الاستفطاع الشهري فنرجو المساهمة والسلام عليكم والسلام عليكم